يودع لبنان اليوم الوزير السابق سجعان أزي ويحتفل بعد قليل بالصلاة لراحة نفسه في كاتدرائية سيدة العطاية في أدماء وتفاصيل أكثر مباشرة من هناك مع الزميلة روبا لفرن تفضل روبا نعم شادي عند الثالثة يحتفل بصلاة لراحة نفس الوزير السابق والكاتب سجعان أزي في كاتدرائية سيدة العطاية في أدماء بحضور عائلته ومحبينه وشخصيات سياسية حزبية نيابية ووزارية وعلى رأسها رئيس الوزراء الأسبق تمام السلام سجعان أزي رحل عن عمر 71 عاما بعد صراعه مع الورد وهو صاحب مسيرة سياسية طويلة كانت علامة فارقة على الساحة المحلية وشغل حقيبة وزارية وزارة العمل في حكومة رئيس الوزراء الأسبق تمام السلام وكان نائب لرئيس حزب الكتاب اللبنانية وهو من أسس أيضا إذاعة لبنان الحر بعد الصلاة سيتم نقل جثمانو إلى مصقة رأسه في العائب حيث يوار الأثر في مدافن العائلة وكان هناك عدد كبير من السياسيين قد نعوا الراحل بكلمات مؤثرة نستمع إليهم سويا سجعان رفيق النضال كنا سوى بالكتائي وسوى بالقويت وكنا سوى بفريق بشير جميل وكان عنده أسلوب سجعان شيق ومميز بالكتابة وبالتفكير بيعرف هالإنسان هذا يكسر الجدار يعني كل موجود بين شخص وشخص حتى يقدر يبني جسور هذا سجعان كثير السجع فالسجعان لغة هو الذي يسجع كثيرا كما الحمام وكنت أيضا إن التصحيف في اللغة العربية يسمح بإضافة نقاط على الحروف المهملة فإذا أضفنا إلى السين المهملة سلاس نقاط لكان شجعان بل قبيلة من شجعان سجعان أزي زعل لبنان قضيته ولبنان قضي للمؤمنين بهذا الوطن وبسيطه سعيك كان وزير سيبي لكن الوزارة صفحة من صفحات حياته خصص حياته كلها للنضال في سبيل لبنان والفكرة عن هذا اللبنان خسارة اليوم خسارة للبنان خسارة للوطنيين تاريخ تاريخ كبير مناضل مسيحي عصيل كاتب شاعر قلم مميز وأنا بتربطني في صداقة وحبه كتير أنا الله يرحمه سجعان أزي هو صهري بنفس الوقت خيه هو بركة العيلة علاقة نحن ويهة حلوة كتير علاقة سيبتة علاقة روحانية علاقة وطنية أنا مخصوصي مع أختي دانيا كتير قريب أنا ويها بالروح كتير فما سجعان كنزات شي بلو سجعان لأنه خيه بلو سجعان لأختي دانيا كتير